اشتركوا في القناة النهاردة هقول لحضرتك على ست ساعات فقط هم افضل ايام عمرك افضل ايام في السنة اعظم زي ما بقولك كده اعظم واهم ست ساعات على الاطلاق في شهر ذي الحجة النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعمل شيء عظيم جدا في الست ساعات دول هقول لحضرتك عليهم وربنا سبحانه وتعالى يباهي الملائكة بعباده في الست ساعات دول وبيكلم الملائكة عن العباد يا ترى ايه ست ساعات وايه اللي المفترض حضرتك تعمله فيهم النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما ورد عنهم ان الله عز وجل يباهي عشية اخلي بالك اقول لك عشية دي يعني امت بالضبط عشية عرفة يباهي بعباده الملائكة يقول انظروا الى عبادي اتوني شعثا غبرا اشهدكم يا ملائكتي اني قد غفرت لهم اقول لحضرتك العشية دي امت بالضبط والنبي صلى الله عليه وسلم كما ورد عنهم رؤيا رآه الصحابة وهو قد امسك دابته ورفع يديه لله عز وجل حتى يدعو الله سبحانه فانفلتت الدابة منه فامسكها بيد ورفع الاثانية لله عز وجل ليقول للناس لا تترك الدعاء في هذه الساعة ايه هي العشية عشية يوم عرفة تبدأ من بعد اذان الظهر او من اذان الظهر مباركة اول الظهر يوم عرفة ما يبقى ما يؤذن اعرف ان ست ساعات ست ساعات بدأت هي اهم ست ساعات في حياتك الى غضب شمس يوم عرفة من الظهر الى المغرب لا تسكت عن الدعاء ولا تسكت عن الصلاة ولا تسكت عن السؤال اسألوا الله ما تشاءون فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة او اتفوت الفرصة دي ولو عاوز خير خير اكتر علم الناس ان هذه المعلوم ان هذه ست ساعات هي اهم ست ساعات في ذي الحجة اللهم من نشر هذا المقطع بين عبادك فاستجب له يوم عرفة واغفر له يوم عرفة وارزقه يوم عرفة واغض حاجته يوم عرفة وجنبه الفتن ما ظهر منها وما بطن واقبله يوم عرفة واعتق رقبته من النار يوم عرفة برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعلنا من عبادك المقبولين اللهم امين